فكرت الأول أنا عايزة أعمل إيه بدأت عمل سيرش وطلع تصميمات العربيات القهوة كنت بحاول دايما أجيب تصميمات اللي هي الأوروبية والأمريكية يعني أكتر أنت قلت تصميمات اللي برا مصر هو دايما النموذج اللي بنشوفه في مصر العربية العادية اللي لها أربع عجلات اللي بتثبت في مكان لكن أنت عملت عجلة ودي حاجة صعبة هو أنا كان الستايل اللي بشوفه هنا في مصر كله تقليدي وتقريبا كله شبه بعضه فأنا حاولت أخد تفصيلة من تصميمات الخارجية من كل تصميم أخد تفصيلة اللي هتخدمني أنا أو هتفيد المشروع بتاعي ففكرت ليه لا ما وفرش حوض مية في المكان وحنفية مية وطبعا الموضوع كان في البداية صعب إن أنا هجمع ده إزاي ومين هينفزه ومين اللي هيطوعني أصلا عشان ينفزه لحد ما لقيت بصراحة ربنا كرمني إن أنا قابلت شخصية لطيفة جدا اسمه ووسط غزال هو اللي نفز لي التصميم وكان صبور جدا معي أعملت على عينه طبعا وأقوله على حاجات غريبة ويقول لي ده ما بيتعاملش هنا اللي أنت بتطلبيه ده مش عندنا بس أحاول أعمله لك لحد ما طلع لي العربية شكلها شيء قوي وعملية جدا واحنا شفناك وانت بتسوقيها بقى طبعا كم المضايقات اللي ممكن تواجهها أحكي لنا يعني نظرة الناس لك إيه هل بيشجعوكي ولا بينتقدوكي شايفة إيه أنا نشكر ربنا يعني بسمع كلمة واحدة بس وانا ماشية اللي هو ربنا يرزقك ربنا يعينيك يعني دي الكلمات اللي ممكن أسمحها من الناس ممكن بقى يعني حد يقول لي جايبها بكام دي أنت بيتبيع عليها إيه اللي هو الحاجات دي اللي ممكن تندرك شوية تحت المضايقات بس هي مش مضايقات يعني هو ممكن يكون حابب يعرف يعني يعني عايز يستفسر أو نفسه يعمل حاجة زيها عجبية مثلا بس الحمد لله كلام إيجابي ما فيش مضايقات يعني إلا لو طفل صغير بقى اللوية هاتا سوقها أحكي لنا بقى عن يومك يعني أنا عارفة أنك وقفة في الشارع من أهم شوارع القاهرة وأكيد الوجود في الشارع مش سهل وخصوصا لبنت أنا لست يعني كنت في المقدمة بقول أنه إحنا مصنفين كده الأشغال عندنا في مصر دي تنفع للولاد ودي تنفع للبنات فأحكي لنا عن يوم كده من أجابك أنا بنزل تقريبا بعد العصر كده يعني يعني على الساعة أربعة خمسة بروح أخذ بتاعتي من المكان اللي أنا ركن فيها وأنا بركنها في مكان قريب من المكان اللي أبقى فيه مش بسوقها مسافات طويلة وده كمان يمكن اللي مخليني ما بتصدمش قوي بالناس يعني فأنا بأخذها مسافة صغيرة بروح المكان اللي أبقى فيه طبعا بحط حكتي وبابتدي أشتغل والحمد لله الناس متعاونة يعني مش مش وحشين